السلام عليكم تقبل صيامكم وإفطاركم اليوم سوف نشرح المتج آخر من المتجات جوجل وهو Find My Device أو Find Device أي العثور على الجهاز أو العثور على الجهاز التطبيق فادته في العثور على الهاتف المسروق وهو تطبيق يعمل على الانترنت الآن نقوم بإدخال الحساب ثم نقوم بإدخال كلمتسر سوف نقف الفيديو لبعض ثواني الآن بعد أن قمنا بإدخال كلمتسر لدينا خيار في العثور Don't ask again تستطيع من تفعيله وعدم تكرار هذا السؤال أي عند أن نقرأ عليه تدخل إلى التطبيق ولكن أفضل عدم تفعيله أو يقوم بتكرار السؤال وذلك بسبب الأمان والتأكد أولا من يفتح لدينا التطبيق لدينا في الشاشر علوية الخريطة والجي بي اس للموقع وعندما يكون الهاتف المسروق ليس مفاعل فيه الجي بي اس أو الوكيشن يقوم فيه الهاتف من تحديد الموقع قبل السرقة للهاتف الذي كان بتفعيل الموقع أي يقوم بتحديد الموقع المؤخر ثم لدينا فيه القائمة لدينا اسم الجهاز ونسبة البطارية وبماذا متصل فيه الواي فاي أو بماذا ثم لدينا بلاي ساونت للتجاهر نغمة الرنين والثاني لدينا سيكوريتي دوايس في أول حقل نستطيع من إضافة كلمة سر أي نقوم بإرسال رسالة للهاتف والثاني نقوم بإرسال رقم والخيارين يكونون ليس إجباري ولكن اختياري ثم لدينا في القائمة المستدلة الأعلى لدينا سويش أكاونت أي تغيير الحساب ورفريش من تحديث الموقع ورينيم إدفايس أي تغيير اسم الجهاز والخيارات سوف تتضح في المدونة أكثر لا أستطيع بتفعيلها الآن في الصعود والرسالة لأن أقوم بالتصوير الفيديو مع السلامة وأتمنى الدرس يكون مفيد ترجمة نانسي قنقر